المعسكر الآلي في أسبانيا حتى 16 الجاري للإستعداد الجدة والوقوف على أفضل تشكيلة للآلي لخوض مباراة المقاولين ثم الزمالك وانضمام الرباعي الدولي إن شاء الله الشناوي وأيمن أشرف وليد ومروان محسن بجانب جيرالدو الأنجولي ولن يلحق ديانج المالي المنضم حديثا بالمعسكر لسفره إلى مولدية الجزائري لتصفية طبعا أموره وزيارة أهله ثم القدوم للقاهرة للانضمام للنادي الآلي عادي أمامنا أحمد فاتحي كابت فريق النادي الآلي مع طاقم التحكيم في لقاء النهاردة وعيد الرقم 3 أسكر من سوكر سمارت الآلي بمثلوا حراس المرمى علي لطفي وخط الدار مليميل للشمال أحمد فاتحي رامي ربيعة محمد نجيب علي معلول وسط الملعب حسين الشحات وحمدي فاتحي وعمر السلية ورمضان صبحي وفي أمامهم صالح جمعة وفي المقدمة كمهاجم أزاره رقم 9 عادي أحمد فاتحي وأيضا أوسكر الزهير الآيسر لسوكر سمارت ومباراة طبعا بالنسبة لكل اللاعبين هامة جدا للعودة بقى للمباريات بعد توقف دام عشان كاس أمم أفراقية واللي خرجت منه مصر طبعا من دور 16 وأيضا خروج فرق كتير خدوا بالكو يعني المغرب ومالي وأوغندا والكاميرون حاملة اللقب والكنغو وغينيا وغانا كل دي فرق وآخرها غانا في مباراة النهاردة لما خرجت من تونس اللي تأهلت لدور 16 بعد التعادل 1-1 وفوز تونس برقلات الترجيح كان أبلها طبعا الجزائر فازت على غينيا 3-0 ومالي وفوز كودفوار بهدف للاشياء على مالي ومدغشكر 2-2 وفوز مدغشهر على الكنغو برقلات الترجيح لأول مرة في حياتها وأيضا جنوب أفريقيا فوز على مصر بهدف للاشياء في الديها 85 ثم أوغندا والسنغال وفوز السنغال بهدف على أوغندا ونيجيريا 3-2 على الكاميرون والمغرب بينين 1-1 ثم فوز بينين برقلات الترجيح بتذكر حضراتكم طبعا لأن مازالت كاس أمم أفريقيا قائمة في عرس مصري أفريقي وبيحمل يعني أشارة الكاملة أو العلامة الكاملة للتنظيم الجيد لجمهورية مصر العربية في الحدث الكبير في خلال 6 شهور يعني مش إعجاز ولكن مصر دائما وأبدا إن شاء الله يعني عالمها عالي جدا وبتقود الاتحاد الأفريقي وأيضا نجح في تنظيم البطولة هيبع عليمنا سوكر سمارت باللون الأبيض وعلى شمالنا النادي الأهلي بلونه الأحمر وضربة البداية في بداية اللقاية النهاردة نزبط مع بعض بقى ساعاتنا ودي على اليمين أحمد فاتحي أحمد أحمد فاتحي غير تجالي عب على طول علي معلول استلام على طول من علي معلول علي العب على طول للسولاية السولاية بينية جميلة وانت على صور لرمضان صبحي للسولاية مرة تانية للنحة العكسية ولكن أطول من اللازم ورمي التماس أطول من اللازم ورمي التماس ولصالح سوكر سمارت تعادل سلبي بدون هدف حتى الآن أول لديها فيها المباراة التعادل استلام على طول مرة تانية ودى انتقال الهجم على طول الناعة اليمين محاولات لفيلب لسوكر سمارت اللي بمثاله حراس المرمى جول وخط دار من اليمين للشمال رقم اتنين جوردان وقلبي الدفاع أساوى رقم خمسة وكيفين رقم أربعة ناحية الشمال أسكر وسط الملعب فيلب رقم سبعة وبدرو رقم ستة وبول رقم تمانية وعلى شماله كوكو رقم حداشر أمامهم بارلو رقم عشرة وداي رقم تسعة استلام على طول لعلي معلول علي يلعب الأمامية الطويلة مرة تانية محاولات ولكن أطول من اللازم رمضان صبح يلعبها ولكن دربة رقمية وأول دربة رقمية على طول النادي الآلي من ناحية الشمال البداية الهجمية للنادي الآلي في أول تجربة طبعا بيبتدي بالمستوى الثالث للمباريات ثم المستوى الأقوى شوية ثم المستوى الأقوى للاستفادة من المعسكر والمباريات واللياقة الفنية والزهنية للمباريات عشان يعود النادي الآلي للاستعداد إلى مباراته والقوية أمام المؤولي العرب في عودة الدور العام بعد طبعا البطولة لأمام الأفريقية ونهايتها السلام على طول مرة تانية أحمد فاتحي يلعب من لمسة واحدة حلوة لأزارو لناحية اليمين وهذه المحاولات ولكن بتطلع على طول ودربة رقمية للنادي الآلي دربة رقمية من ناحية المين ولا دربة مربة هنشوف جاي لها أحمد فاتحي هيلعب على طول الدربة رقمية كاميرا واحدة طبعا بتنقل المباراة وزي ما حضراتكم شايفين يعني هو ملعب فارعي والأعمدة طبعا ومحاولات الاجتهاد للاستفادة لجماهيرنا الحبيبة للمتابعة طبعا لعبينا ودى العرضية الخطيرة ودربة رقمية الناحية العكسية أخطر الكرات الأهلوية ودربة رقمية على طول الناحية العكسية ومروان كان بيتمناها هدف ولكن عفوا يعني رمضان صبحي رقم 32 اللي أمامنا على حدود مطية الجزاء استلام على طول مرة تانية من أحد الشمال هتتلاقي على طول العرضية ولكن يرجع للخلف على طول العالمعلول ولكنها تتخبط في أحد اللاعبين ولسه موجودة فردية الملعب لصالح جمعة عدى مهارة وبياخد فاول صالح جمعة صالح ولكن مدهاش ولا حاجة على طول حكم اللقاء قادل الاستلام على طول مرة تانية محاولات للسوكر سمارت في وسط الملعب بيدرو يرجع على طول لأسكر يسلم على طول زهير الأسر لقلب الدفاع أساوى في وسط الملعب ولكن مأطوع للسولية أمامية طويلة ومحاولات لرمضان وفيها راكل الجزاء هادي أول راكل الجزاء على طول فأول ثلاث دائم من زمن وحداث الشوت الأول للنادي الأهلي راكل الجزاء على طول السولية ورمضان ولكن أعتقد أن فيها صالح جمعة هو لاحياخد راكل الجزاء وهو لاحيسد راكل الجزاء صالح جمعة أول ثلاث أربع دقائق من بداية وحداث الشوت الأولاني وصالح جمعة وسيطرة للنادي الأهلي وهل هيبقى فيها أول الأهداف ولكن يتقدم بقى علي معلول ولا إيه حنشوف أعتقد أن سبها صالح جمعة وأعتقد أن فيها علي معلول هو اللي هيسدد على المرمى راكلة الجزاء ودي علي 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 وبديع راكلة الجزاء وبينقذها حارس المرمى على طول للأسباني جول هذه على طول أول الأهداف الضائعة من النادي الأهلي علي معلول كان هيلعب على طول صالح جمعة ولكن يتقدم علي معلول ولكن علي بيخفق في راكلات الجزاء شفنا طبعاً يعني فرقة كبيرة ومنتخبات كبيرة ولاعبين كبار في كاس أمم أفريقيا بيضيعوا راكلات الجزاء هذه الاستلام على طول مرة تانية ولكن أطول من اللازم وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي علي لطفي حارس المرمى علي النادي الأهلي 33 لاعب سافر بيهم النادي الأهلي علي لطفي أحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى ومصطفى شبير ومحمود وحيد الزهير الأيسر المصاب ومحمد هاني وإحمد فتحي وربيعة رامي ربيعة وباسم علي وأحسين السيد ومحمد عبد المنعم وأيضاً ياسر إبراهيم ودي الاسلام على طول ودي الهاجمة ودي أزاره وبيعد أزاره في انتهاء الخطورة والعرضية مش ممكن رمضان مش ممكن مفيش أسهل من كده فرص ضائعة من النادي الأهلي 3-4 فرص في أول 5 دقائق من زمن وحداث الشوط الأول وكان ممكن يتقدم النادي الأهلي على الأقل بهدف من ركلة الجزاء اللي ضعها علي معلول ضربة مرمى ولكن باين كده من المستوى أن النادي الأهلي ممكن يخرج بنتيجة كبيرة في مباراة النهاردة بالفوز إن شاء الله ضربة المرمى على طول لجول حارس مرمى سوكر سمارت جول يلعب الأمامية الطويلة في وسط الملعب السلية بتعدي وبتوصل مراتاني على طول سوكر سمارت ولكن في فاول لصالح سوكر سمارت لداية وهذا انتقال الهجم على طول ناحية اليمين محاولات الوصول للكورة ولكن أرضية الملعب يعني هل هي بقى نجيل طبيعي ولا نجيل صناعي الواحد حاسس كده أنه نجيل صناعي سرعة الكورة بتبقى زيادة شوية وهذا الاسلام على طول مرتاني ناحية الشمال وهذا انتقال الهجم على طول النادي الأهلي وفرمال على طول منا جوردان وبيطلعها ورمي التماس رمي التماس استكمال اللي كلامنا والأسماء أحمد الشيخ بقى وحسام عشور وأسلام محارب والسلية وصالح جمعة ومؤمن زكريا وعمر جمال وأزار وصلاح محسن وعلي معلول وأجاي وعمار حمدي وأحمد حمودي وحينضم لهم جيرالدو الأنجولي هذا الاسلام على طول مرتاني أحمد فاتحي بيعدي يلعب على طول على شماله لصالح جمعة ناحية الشمال العلي معلول يلعب العرضية أقوى من اللازم ورمي التماس لصالح سوكر سمارت هجمة سريعة بتبدأ من أحمد فاتحي وبتنتهي عند علي معلول اللي أضع درب الجزاء وبيلعب الكرة العرضية ولكن أطول من اللازم ورمي التماس لصالح سوكر سمارت أقل أسباني هناك مباراتين تانيين سألعبوا من نادي الآلي بأسبانيا يوم 11 ويوم 15 أليو ديانج نجم مالي ومولدية الجزائر اللي انضم للنادي الآلي مش حيلح بالمعسكر وحيصفي أموره طبعا مع مولدية أقل جزائر والسلام وطبعا والإطمئنان على أهله وحيرجع للنادي الآلي في القاهرة وينضم إلى تدريبات الفريق استعدادا طبعا للمباريات هذا استلام على طول مرة تانية لسوكر سمارت لفيلب اللي واخد الجنب اليمين ولكن ما أطوع من صالح جمعة ترجع مرة تانية على طول للنادي الآلي لمحمد نجيب ولكن رمي التماس ملعب فرع زي ما حضرتكم شايفين طبعا في مباراة النهاردة وهي كاميرا واحدة اللي بتنقل المباراة شفنا طبعا النقل التلفزيوني وشفنا طبعا البطولة المبهرة في مصرنا الحبيبة والتنظيم الجيد والأمن والأمان وكل الفرق 24 منتخب لأول مرة بيمثلوا القارة في كأس الأمم الأفراقية بتحتضنهم مصر جمهورية مصر العربية ولا شكوى واحدة من أي منتخب وكل المنتخبات اللي خرجت حزينة جدا إن هي سايبو مصر نفسها كانت تكمل طبعا للاستمتاع بجو مصر والاستمتاع طبعا بأثار مصر وطبعا حضارة مصر والتنظيم الجيد إدى الأفضلية المصر اللي طلب ممكن كاس العالم في يوم من الأيام للقبار إن شاء الله استلام على طول مرة تانية لسوكر سمارت تعادل سلب بدون أهداف حتى ديئة تاسعة من زمن وحداث الشيط الأول ترجع مرة تانية على طول لجوردن الزهير الأيمن يغير التجاليب على طول لأوسكر ولكن يأتي على طول أحمد فاتحي يدور على حد فاضي يلعب على طول فواسط المرعب محاولات للنادي الأهلي بقى لإضاءة أو إحراز هدف حسين الشحات ولكن بتخبط في رجل أحمد فاتحي وبترجع مرة تانية على طول لفيلب فواسط المرعب محاولات لبدرو يلعب الأمامية الطويلة ناحية اليمين ومحاولات ولكن بعيدة عن المرمى ودربة مرمى لصالح النادي الأهلي فرصة طبعا لتجربة عدد كبير من اللاعبين في مباراة النهاردة ثم تجربة أيضا عدد للمباراة القادمة أيضا ثم المباراة التالتة أيضا لطبعا الوقوف بقى على تشكيلة يقدر بيها لسارتي أن يخود مباراة المقاولين العرب إن شاء الله اللي هي هتلعب على طول بعد بطولة الأمم الأفريقية ونهايتها انتقال الهاجم على طول لنهاية الشمال عادل السلام الجميل وحاولات الرمضان ينتظر على طول علي معلول هلاب العرضية العرضية جوه جوه للهدف الأولاني صناعة صاحب المجهود الكبير علي معلول حلال الحلول وعلى طول اتعاملت حلوة حلوة سنوئية من الجبهة الشمال وبنظرة جميلة يلعبها علي معلول وهدف أولاني للنادي الأهلي أعتقد أنه هو بقى صالح جمعة ولا إيه هنشوف هدف أولاني أو ناصر ماهر هدف أولاني للنادي الأهلي الكاميرا طبعا بعيدة زي ما حضرتكم شايفين ولكن بتوصل على طول التقدم للنادي الأهلي بقى هدف لصالح جمعة استلام على طول مرة تانية في أول عشر داي من زمن وأحداث الشوط الأول هدف التقدم للنادي الأهلي مرة تانية المحاولات ترجع على طول في وسط المرعب أمامية طويلة وابتصل على طول لداي يدور لحد فادي ولكن مطوع من بول لحسين الشحات أهدي حسين يلعب على طول في وسط المرعب وهدي انتقال الهجم على طول ولكن مطوعة ترجع مرة تانية على طول لسوكر سمارت بول لأسكر الزهير لأيسر يسلم على طول 11 كوكو في وسط المرعب على طول لبول والأمامية بدون عنوان وابتصل على طول لعلي لطفي علي لطفي وتقدم النادي الأهلي بهدف للأشياء حتى الآن ضيع طبعا علي معلوزة موطر حضراتكم هدف من راكل الجزاء وضع أيضا يعني فرصة أو فرستين كان ممكن يبقى فيهم يعني هدفين للنادي الأهلي ولكن حتى الآن تقدم النادي الأهلي بهدف للأشياء حتى دي 12 من زمن وحداث الشوت الأول اللي مازلنا بنلعب في أحداثه حتى الآن لكن تجربة تجربة طبعا بيستفيد منها النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي وأيضا بيستفيد منها لأسارتي في الوقوف على أفضل التشكيلات ودي الهجم على طول ودي العرضية الخطيرة ودي الاسلام ودي التزديدة ولكن حسين الشحات بيرفض الهدية وتزديدة خارج المرمى وضربة مرمى على طول لصالح سوكر سمارت ضربة المرمى لصالح سوكر سمارت حوار موجود في أرضية المرمى وحتى الآن أتقدم للنادي الأهلي بهدف للا شي مرة تانية محاولات رمي التماس على طول أحمد فاتحي أحمد يسلم على طول مرة تانية بداية الهجم من ناحية اليمين ولكن فيها رمي التماس سوكر سمارت رمي التماس هيلعب على طول أسكر أسكر يغاني التجال بعد طبعا الفوز على غانا برقلات الترجيع الهدف الأولاني لحسين الشحات للنادي الأهلي أيضا وعدم انضمام علي معلول خسارة طبعا لتونس ولكن وجهة نظر المدير الفني للمنتخب التونسي استلام على طول مرة تانية لأسكر يغير التجال يبع على طول لا أساوة على أسمراني يلعب على طول ناحية اليمين لفيلب ولكن ماطوعة ودى الانطلاقة مرة تانية ودى الانفراد لا أزاره ولكن فيها تسلل ضربة حرة غير مباشرة لصالح على طول سوكر سمارت كلنا عارفين طبعا الدوري الأسباني وكلنا طبعا بنتابع الدوري الأسباني بورشلونة وريال مدريد وأتلتكو بالباو وفالينسيا وبلد الوليد وكل دي أندية أسبانية كبيرة طبعا ولكن على رأسها دائما هم السلاسي بورشلونة ريال مدريد وأيضا أتلتكو مدريد المنافسة الطبعية بينهم على طول على بطولة الدوري ميس طبعا سطورة الزمان والمكان ولكنه خسارته مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا وترضو في مباراة الشيلي أعتقد طورت في المباراة واعترض على الحكام وخاصة بعد طبعا هزيمة الأرجنتين من البرازيل بهدفين للشي ثم عاد البرازيل ليفوز على بيرو في النهاية ثلاثة واحد ويعيد ذكريات 2007 مع دونجا ولكن المرة دي فوز البرازيل بهدفين أو ثلاثة هداف مقابل هدف على بيرو أمس كانت مباراتهم في كوبا أمريكا مرة تانية على طول لعلي لطفي علي لعلي معلول ولكن على طول محمد نجيب يستلم محمد يلعب على طول في وسط الملعب لناصر ماهر يدور لحد فاضي هيلعب لمن يلعب على طول لنحية اليمين لأحمد فاتحي أحمد يسلم ويستلم مرة تانية يدور لحد فاضي يغير على طول لرامي ربيعة عادي رامي يلعب لنحية العكسية ودي الاستلام الجميل من عالي معلول ويستلم مرة تانية عالي يلعب على طول ولكن مطوعة توصل على طول لسوكر سمارت عادي سوكر سمارت يحاول يعد على طول لفيلب ولكن بتقف تحت رجليه ولسه فيها ولكن بترجع مرة تانية ورامي التماس مازال تقدم النادي الاهلي بهدف لحسين الشحات في الديئة العشرة من زمن وحداث الشوت الأولاني اللي مازالنا بنلعب فيه أحداثه حتى الديئة 17 من زمن وحداث الشوت الأول في أول تجارب النادي الأهلي في المباريات الودئية في معسكره في مدينة أليكانتي وتحديد على الملعب لفينكا استلم مرة تانية بتبعد عن مدريد حوالي ساعتين ونص أليكانتي والجميع سعيد بالإقامة في أليكانتي بداية الهجم على طول أحمد فاتحي ولكن ما أطوع ترجع مرة تانية على طول يحسين الشحات يلعب على طول ناعت اليمين ولكن أطول من اللازم لأسكر زيري لأيسر لحارس المرمى على طول جول يلعب أمامية طويلة لرامي ربيع هذه رامي هيرجع لعلي لطفي ولكن زاوية الكاميرا مش مبينة ولكن ماشي الحال بالخبرة كده علي لطفي يلعب على طول ترجع مرة تانية على طول لا أساوى لكيفن لأوسكر تدخل ورامي التماس لصالح النادي الأهلي صالح جمعة صالح يلعب على طول لحمد فاتحي لرمضان صبحي لحمد مرة تانية لصالح جمعة ترجع لحمد فاتحي مرة تانية منتقل من إنبي للنادي الأهلي على طول صالح باللمسة واحدة حلوة لناحية اليمين لأحمد فاتحي أحمد لعبارة طول لناحية اليمين للعرضية والعرضية الخطيرة ولكن بيطلعها على طول أساوة بيطلعها وضربة ركنية لصالح النادي الأهلي المباراة صالح لنادي الأهلي وهو التدرك في مستوى المباريات هي اللغة الرسمية في مباراة النهاردة لأسارتي المدير الفاني للنادي الأهلي بيبدأ مباراة فنيا أقل شوية مع منافس قليل الخبرة وأولئي الفنيا عشان يرتفع مستوى اللعبين للمباراة التانية اللي تبقى أصعب شوية ثم المباراة التالتة والأخيرة تبقى هي المباراة الحاسمة في التشكيل اللي هيلعب بها الأسارتي طبعا لما يرجع أمام المؤولين أعاد السلام على طول مرة تانية رمضان من لمسة واحدة حلوة ولكن موطوع لناحية الشمال لأسكر أسكر يلعب مرة تانية ولكن موطوع فاول للنادي الأهلي فاول صالح جمعة وأحمد فاتحي ولكن المرة دي لا علي معلول علي هيلعب الفاول علي متخصص فقرات السابتة وشوفنا له كان التمريدة جميلة أيضا في أحد المباريات وخاصات المباراة الأهلي وحرص الحدود اللي أحرز منها طبعا أحمد علاء هدف واد العرضية الخطيرة ولكن ترجع مرة تانية عاد السلام واد الأمامية الطويلة ولكن ترجع مرة تانية لحسين الشحاد عاد حسين يرجع للخلف على طول مرة تانية لأحمد فاتحي لعمر لرمي ربيع ولكن موطوع ترجع مرة تانية على طول كوكو يحاول يعدي ولكن موطوع سناء الأهلي بيطاع وبترجع مرة تانية على طول النادي الأهلي رمضان تغيير التجاه الليعب على طول ناعة الشمال لحسين الشحاد لصالح جمعة يدور على علي معلول يلعب الأمامية الطويلة حلوة واد الاستلام مش ممكن أظهاره هربت منه ولكن أعتقد أن فيها تسلل أظهاره يتكلم مع مساعد الحكم ولكن خلاص هو اللي واقف وهو اللي شايف وما زال تقدم النادي الأهلي بهدف للأشياء عادي رمضان على طول يرجع على طول لصالح جمعة صالح يدعب على طول ناعة اليمين للسلاية مرة تانية واد العرضية الخطيرة الناحة العكسية ولكن أطول من اللازم يحاول يلحى حسين الشحاد ويلحى حسين الشحاد صالح لفة باستلام بتمريرها ولكن ما طوع يقطع على طول أساوى وبتطلع وبتطول وبتطلع على طول ورمي التماس رمي التماس لسوكر سمارت فاول فاول واحد وعشرين دقيقة من زمن وحداث الشوط الأولاني وتقدم النادي الآلي بهدف للأشياء كوكو راقم حداشر يرجع للخلف على طول المرة تانية لا ساوى يغير التجال لعب على طول النحة العكسية لكيفن لجوردن الزهير العيمن يلعب لأماميات طويلة ولكن قريب منها طبعا علي معلول علي لطفي شوفوا كله بدلاء النادي الآلي خلف المرمى للإستعداد بقى للشوط التاني عشان يدفع بيهم لا سارتي أو يدفع بقدر أو أكبر عدد ممكن منهم عادي على طول رمضان وعادي الإسلام على طول ناعتلمين هيحاول عادي وعادي التدخل بقى ما فيش هزار لا سوا عادي التدخل بفرمالة وبيطلعها على طول رمي التماس عادي جانب طبعا لأسارتي والجهاز الفني للنادي الآلي طاري سليمان كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد عبد الحفيز وكل طبعا الجهاز الفني ودي المدير الفني أيضا لسوكر سمارت مصطفى شوبير راجع من إصابة تمنياتنا ليبي الشفاء إن شاء الله أيضا مع أحمد طاري سليمان ورمضان مصطفى ده الحراس المرمى ودي طبعا بيخرج اللعبين عشان يشربوا ميا يعني نتيجة كده بعد الحر شوية في أسبانيا ومعظم أوروبا على فكرة هنا حر وهناك حر خدوا بالكم يعني مش في مصر بس بعد الحر ولكن أيضا في أوروبا في حر أيضا عادي أزارة ودي لسارتي ونقاش بلسارتي وترجمة على طول فورية لأزارة وبيتمنى طبعا لسارتي إن الفرص اللي هي بالضيع السهلة من أزارة لازم يكمل ولازم يبقى عنده طبعا الثقة في الأداء والثقة بالنفس لمزيد من التهديف اللي محتاجه أيضا النادي الأهلي وخاصاته في المباراتين القادمتين مباراتين مهمين جدا للنادي الأهلي لحسم البطولة إن شاء الله عادي نازل لسارتي لنقاش معلعبين وفرصة التوقف طبعا لشرب الماء لطبعا حرارة الجو اللي موجودة في أسبانيا كل دي عوامل طبعا زي ما حضراتكم شايفين أمم أفريقيا يعني الجو بتاع مصر مش محتاج يعني رغم إنه هو سماح الاتحاد الأفريقي إنه ممكن في الدقيقة 30 تقريبا أو الدقيقة 35 بيسمح بي شرب الماء في الشوت الأولاني وأيضا فيه الدقيقة 30 أو 35 أيضا في الشوت الثاني بيسمح بي شرب الماء لو فيه حرارة في الجو عشان طبعا اللعبة تستعيد نشاطها ومهم جدا وهي تعليمات من الاتحاد الدولي والتحاد من الاتحاد الأفريقي للحفاظ على سلامة اللعبين لاسارتي حيخرج ورمضان صبحي حينضم إلى المجموعة اللي بيتكلم مع مارتي لاسارتي وتوجهات طبعا في مباراة النهاردة للبحث عن أفضل الحلول والكلام والنقاش للترابط والترابط دو كان مهم جدا طبعا لمنتخبنا الوطني والسريتش بقى اللي هو المباراة المفتوحة وخاصة الخطأ القاتل اللي تسبب فيه طبعا الهدف لجنوب أفريقا في مرمى منتخب مصر في الديئة 85 كان لازم تهدى الأمور وكان لازم يبقى تقارب خطوط المنتخب القومي وخاصة التركيز لازم يستمر وخاصة آخر خمس دايق مش مشكلة أن احنا نستمر في التعادل وندخل على وقت إضافي وكان ممكن يتغير نتيجة المباراة ولكن قدر الله ما شاء فعل ولكن طبعا فيه ناس لازم يحسبوا على الأداء ويحسبوا على كل شيء وشفنا قرارات السريعة على طول لا 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 استقالة طبعا طاقم اتحاد القرى برئاسة المهندساني بوريدا وكل أفراد طبعا الاتحاد القرى وأيضا بالنسبة طبعا لقالة الجهاز الفني لعدم تحيي المرجو منه سواء في الأداء أو سواء في النتائج يعني أمور كتير يعني وأمور فيها قرارات حاسمة لطبعا الشعب المصري كان بيتمنى وهي البسمة والسعادة قرط القدم طبعا على شفاة الجمهور المصري لازم يقصر في كل مكان سواء في الأستاذ شفنا المنظر الجميل والعائلات وشفنا النظام الجميل وأيضا خارج الأستاذ فيه على المقاهي وفي البيوت والجميع كان متابع منتخبنا الوطني هذا استلام على طول صالح جمعة يغير اتجاه اللعب على طول الناحة العكسية ولكن موطوعة دخلنا على الديئة 26 وخمزة كده توقف فيهم اللعب لشرب الماء استلام على طول مرة تانية الأساوة وتقدم النادي الآلي بهدف للأشي مرة تانية محاولات تأكوكه الجناح الأسر وبيحصل على فاول 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 صالح سوكر سمارت على طول داي بيتركها لبول يسلم على طول الأساوة ولكن مطوعة منه ترجع مرة تانية على طول النادي الآلي حسين الشحات يلعب الأمامية الطويلة حلوة الأزارو هيلعب النحة العكسية أزارو أزارو بيعد أزارو ولكن اتأخر شوية وبيدور على المسندة بيلاقيها على طول من أحمد فتحي أحمد يلعبها ولكن مضغوط على حسين الشحات الأحمد فتحي مرة تانية ناحية العكسية وللسلام ولكن بيطلع على طول دفاع سوكر سمارت ينضم على طول علي معلول والتغطية المثالية وابتضعف الكورة وابتصل مرة تانية والضغط على طول من رمضان وفاول ضربة حرة مباشرة لسوكر سمارت بينية ولكن مطوعة علي معلول وحكم اللقاب يرجعها مرة تانية كان قريب منها شوية وبيطلب أن هي تتلعب من مكانها زكاة من حكم اللقاء وقدموا كده خمس أو عشر ياردات ولكن كانت موطوعة وكانت لصالح النادي الآلي محاولات في وسط المرعب لضاية يلم كورتو مهاجم فريس سوكر سمارت يلعب على طول ناعة شمال الزهير الأسر المتقدم وأسكر وأسكر وأحمد فتحي ترجع مرة تانية لأساوة يأتقدم أساوة يدور على حد فادي ولكن نشوف الصورة هي كاميرا واحدة وسارح طبعا الراجل بقى المسؤول عن الكاميرا والمصور لازم يلف كده بالكاميرا ولكن حدود الكاميرا بقى إيه ودي الخطيرة وفي منطقة الخطورة كوري اللي فاتت ولكن دربة مرمى لصالح النادي الآن عايزين الكاميرا كده عايزينها تلف لفة كاملة عشان نقدر نشوف أطراف الملعب ولكن دربة حرة أو في دربة مرمى ترجع على طول علي لطفي علي من 1-7 طبعا نتغير قرارات التحكيم أو مواد كتيرة طبعا في قانون التحكيم أهد الإستلام على طول مرة تانية شوفناها طبعا متطبق في كأس الهمم الأفريقية مرة تانية محاولات لناحية الشمال الأسكر المتقدم هيلعب الكرة العرضية هو أسكر يلعب العرضية نموزجية حلوة ولكن على طول في يدينا علي لطفي مرافو علي علي لطفي يلعب على طول رامي ربيع رامي ناحية الشمال أمامية طويلة على طول رمضان أهد الإستلام رمضان صبحي رمضان بيحاول عد رمضان يلعب بينية جميلة ولكن فيها تسلل برضو بيلعب على خط واحد وموقعين أزاره في أكتر من تسلل لازم يأخذ باله طبعا أزاره ولكن حتى الآن نقدر نقول بنسبة كبيرة سيطرة للنادي الأهلي وإضاءة ضرب الجزاء من علي معلول في التسعة أو تلاتين ديئة اللي فاته ثم هدف التقدم على طول حسين الشحات صناعة علي معلول عادي الأمامية الطويلة ضربة رأسه ولكن بتعدي من محمد نجيب لعلي لطفي يلعبها والمرمى مفتوح ولكن اتأخر كتير وضغط النادي الأهلي وابرافو ماطوعة وابتصل مرة تانية على طول علي معلول عادي عالي يدور لحد فاضي لما على طول رمضان صبحي رمضان على شماله علي معلول يدور على المسندة هيا لعبل مين يفضل الطويلة والإسلام على طول رمضان أو صالح جمعة ولكن ما طوع من أساوة لكوكو الجناح لأيسر لأساوة مرة تانية لناحية الشمال لأسكر الظاهير لأيسر بيلعب بينية على طول ضغاية قصير مكير يلعب على طول لأسكر مرة تانية ولكن مضغوط عليه من حسين الشحات ورمي التماس رمي التماس يسلم على طول لكوكو بينية ولكن رمي التماس مرة تانية 31 ديئة من زمن وحداث الشوت الأول وتقدم النادي الأهلي بهدف لحسين الشحات حتى الآن تجربة بيحاول يرتفع بيها مستوى الأداء لسارتي وأيضا لعودة اللياقة الفنية والبدنية للعبين وكان في لقاء في مباراة مع فريق المتحدة قبل طبعا الصفر إلى أسبانيا 31 ديئة من زمن وحداث الشوت الأول وفيها وفيها دفع وفيها فاول هذه أزار محاولات الوصول للكورة ولكن فيها فاول وقرار سليم من حكم اللقاء أيضا كان مروان موحصن هما طبعا الرباع الدولي اللي كانوا مع منتخبنا بودلاء النادي الأهل النهاردة عحمد طارق سليمان مصطفى شبير وأيضا عربي بدر وعمار حمدي وإسلام محارب وإحمد حمودي وعمر عمر جمال ومحمد شريف وهناك طبعا المصابين مؤمن زكريا محمود ومحمد عبد المنعم وحسين السيد ومحمود وحيد رمي التماس داخلين على الديئة 33 من زمن وحداث الشيط الأول وتقدم النادي الأقلي بهدف للأشير لحسين الشحات قادي حسين ودي محاولات الإسلام لأظهره عايز العابة لحسين ولكن موطوعة ترجع مرة تانية على طول فوسط الملعب لبيدرو يسلم على طول ناحية الشمال ودي محاولات الهاجمة ولكن موطوعة من كوكو وفاول لصالح النادي الأهلي فاول يلعب بينيه على طول لصالح جمع يغير التجاه الليعب على طول لناحية الشمال لعلي معلول لرمضان صبحي رمضان ينطلق علي معلول ويسلم من وراء الدفاع ولكن يقطع الطريقة على طول رقم 6 بدرو ويلعب الأمامية الطويلة ولكن بتصل على طول ناحية اليمين فاول فاول استعجال وفاول على حمد فاتحي حمد فاتحي والفاول على طول سوكر سمار مرة تانية محاولات لبداية الهاجمة على طول فيلب يلعب الأمامية الطويلة على طول العكسية يستلام على طول مرة تانية كوكو بيحاول عدي ولكن أحمد فاتحي ويتفوق أحمد على طول ورمي التماس رمي التماس يلعب على طول مرة تانية في وسط الملعب العمر السلية لصالح جمع لأحمد فاتحي وصيرها شوية وبتطلع على طول ورمي التماس رمي التماس مرة تانية ولكن تجربة النهاردة اطمأن فيها على سارتي على مستوى معظم اللعبين اللي هم بلعبوا في الشوط الأولاني طبعا يعني الاطمأنان على الناحية البدنية والناحية الفنية وعدم شكوى اللعبين من أي شيء وكان طبعا مخطط الأحمال أليخندرو وأحسين عبدالدايم هم المتولين طبعا اللياقة البدنية واللياقة الزينية ولكن الفنية والخططية هي اللاسارتي المدير الفني ومحمد يوسف وأيضا سامي أمصاد أحمد فاتحي أحمد يسلم على طول صالح جمع لمحمد نجيب ولكن ماطوعة من لمسة واحدة حلوة ينطلق على طول لناحية الشمال أوسكر أوسكر يسلم على طول لكيفن اللي بيتقدم في الهجم اللي فاتت ولكن في فاول اتلعبت على طول من كوكو يسلم لبول في نص الملعب لسوكر سمارت يرجع للخلف على طول لأساوى لحارس المرمج جول يلعب بيني حلوة في وسط الملعب ولكن فيها خطورة ماطوعة على طول النادي الآلي عادي الهجم على طول الرمضان الرمضان يلعب على طول عمر السلية حيجرب ودي التزديد من عمر ولكن أطول وأعلى من اللازم وضربة مرمى على طول لصالح سوكر سمارت ضربة مرمى داخلين على الديئة 36 من زمن وحداس الشوت الأول وتقدم النادي الآلي بهدف للشي أحراز وحسين الشحات في الديئة العشرة من زمن وحداس الشوت الأول جول حارس المرمى لسوكر سمارت يلعب الأمامية الطويلة ترجع مرة تانية على طول فوسط الملعب لصالح جمع بينية حلوة لحسين الشحات لصالح للخلف على طول عمر السلية عمر السلية لصالح مرة تانية يلعب بينية جميلة والانطلاق على طول أزارو عملها حلوة 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 على طول بحسة الهدفين الهدف التاني على طول في الديئة 36 من زمن وحداس الشوت الأول يتقدم على طول أزارو بتمريرة سحرية من الفنان على طول صالح جمع هذه على طول أزارو وتمريرة سحرية من الفنان على طول صالح جمع اتعاملت حلوة حلوة وعلى طول انطلاقه ومن خرم إبري كده بلعب على طول أزارو في المرمى وهدف التقدم التاني هذه الجهاز الفني على طول للنادي الآلي الفني والإداري والطبي وابتسامة وارتياح في معسكر النادي الآلي بأسبانيا اللي الكل بيشكر فيه حتى الآن هذا انطلاقه على طول مرة تانية للنادي الآلي لمزيد من الأدفة العرضية ولا هدف التالت ولكن بيجي عن طريق الظاهير لأي من أعطاك جوردان هذا على طول رقم اتنين جوردان بهدف التقدم التالت على طول في الأقبطة ولكن التبرير السحرية من حسين الشحات قوية جدا ويفاجأ بها في دياء 37 على طول بديتين هدفين هدف لأزارو هو الهدف التاني ثم هدف لجوردان في مرماء هدف لجوردان في مرماء شكلنا كده هنتفرج على مزيد من الأهداف ولكن اللي اتبقى ايه هنقول لاهتمام لعيب النادي الأهلي بإضافة مزيد من الأهداف والتعاود على المزيد من الأهداف في مباراة أمام المقاولين إن شاء الله وأيضا ثم أمام الزمالك ولكن أيضا هناك سوكر سمارت خط دفاع وقف على خط واحد ومواجه للمرماء عشان كده أخطأ على طول جوردان في كرة العرضية الخطيرة السريعة من على طول حسين الشحات هذا السلام على طول مرة تانية علي معلول إلعب العرضية مرة تانية وأزاروا يتقلق وتزديد ساروخية معها دين الحارس وفي باطن العرضة وكان ممكن يبقى فيها الهدف الرابع اتعاملت حلوة حلوة من الكرة العرضية الخطيرة العلي معلول بيقابلها على طول برشاقة أزاروا وتزديد أبوش رجلوا اليمين وبتيجي بيلمسها حارس المرمى جول وبتيجي في باطن العرضة وبترتد مرة تانية وضربة مرمى لصالح سوكر سمارت داخلين على ديئة تسعة وتلاتين من زمن واحدة الشوت الأول وتقدم النادي لأهلي بتلات هداف مقابل لأشي على سوكر سمارت على ممية طويلة ولكن ترجع مرة تانية مرة مرمى ربيعة ورمي تماس لصالح سوكر سمارت على طول أوسكر لكوكو ولكن ماطوعة لحسين الشحات يلعب بيني ولكن أطول من اللازم توصل لحارس المرمى جول جول بول يسلم ويستيلم بول لعب خط الوسط المدافع لفريق سوكر سمارت ترجع لبول مرة تانية يدور على طول على بيدرو ولكن يغير تجاه اللعب على طول لي كيفن يلعب بيني في وسط المرعب بيحاول يجتهد سوكر سمارت ولكن تفوق النادي الآلي بخبراته الكبيرة بتلتة هداف مقابل لاشياء حتى الآن حتى ديئة أربعين رمي التماس يلعب على طول حسين الشحات لأحمد فاتحي يلعب بيني لحدود مطنية الجزاء لأزاره مرة تانية للسلية يغير تجاه اللعب على طول رمضان يوسع لنفسه رمضان حلوة 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 ودي الهدف الرابع على طول رمضاني هدي هدف جميل يوسع لنفسه على طول رمضان صبحي وبيحطاه على شمال حرس المرمى جول محرزا الهدف الرابع في الديئة أربعين من زمن وحداث الشوت الأول على طول رمضان صبحي واسع لنفسه رمضان وركنها حلوة حلوة رمضان صبحي هدف التقدم الرابع في مرمى سوكر سمارت زي ما أقول لحضراتكم النادي الأهلي وكل لعب طبعا بيحاول أنه هو يستفيد مباراة النهاردة لعودة السقة التهدفية لبعض اللاعبين وخاصة لأزارو وعيدة لرمضان صبحي وعيدة لحسين الشحات هدف وحيد في مرمى لجوردن راكم اتنين الزهير الأيمان لسوكر سمارت وهو الهدف التالت ولكن الهدف الأولان لحسين الشحات وأزارو وجوردن ثم رمضان صبحي علي معلول لرمضان لرمضان لعلي معلول ترجع للخلف على طول مرة تانية لمحمد نجيب السلام مرة تانية لرامي ربيعة في نص الملعب على طول مرة تانية لحمد فاتحي لأحمد فاتحي لرمضان صبحي يتحرك نحية الشمال شوية ونحية اليمين شوية بيغير معه سين الشحات ودي جي من نحية اليمين على طول رمضان من لمسة واحدة على طول أحمد فاتحي لرمضان مرة تانية كل دي لمسات من لمسة واحدة بتحير المسافس اللي قدامك وبتهمده ودر على طول الفنان صالح جمعة والبينية الجميلة ومرة تانية حلوة حلوة الترئيسة هي هدف على طول أزارو بيتقلق ومرة يمين ومرة إشمال هي الترئيسة هي هدف مش محتاجة كلام في ديئة يعني 42 من زمن واحدة سأشوت الأولاني على طول يستغل الفرصة أزارو وبيظهر إمكانياته على طول وترئيسة مرة يمين ومرة إشمال لكيفن وأساوة ويحرز هدف جميل لا أزارو هو الهدف التاني ليه والهدف الخامس للنادي الآلي الهدف الخامس للنادي الآلي أحرز الهدف التاني ثم الهدف الخامس للنادي الآلي تقدم النادي الآلي بخمس هدف في الشوت الأول داخلين على الديئة 43 وتقدم النادي الآلي بهدف للشيء بينية جميلة ومحاولات لمزيد من الهدف وبترجع مرة تاني على طول لبول لفيليب ماتوعة من حيامين صالح جمعة ترجع على طول لرمضان باللمسة واحدة حلوة لعيب النادي الآلي لعلي معلول حياره طبعا الفرق اللي قدامه ووقفه خلاص لعيب السوكر سبورت ولكن ترجع مرة تاني في وسط الملعب ناحية اليمين استلم على طول مرة تانية لأساوة يضغط لعيب النادي الآلي ولكن أساوة واستخلاص ولكن ترجع مرة تانية لعمر السولية عمر السولية ناحية اليمين لأحمد فاتحي بينية جميلة ودى الاستلام الجميل لرمضان من لمسة واحدة حلوة لصالح ولكن موطوعة ترجع مرة تانية على طول لبيدرو يستلم على طول لسوكر سمارت لناحية اليمين لفيليب الجناح الأيمن فيليب رجاله حمد فاتحي ودى محاولات الاسلام للداني ولكن حكم اللقاب يقول ما فقاش حاجة وبترجع مرة تانية على طول فواسط المرعب لكيفين عادي كيفين يقطع مرة تانية ولكن موطوعة للسولية لحسين الشحات لرمضان صبحي للسولية مرة تانية يلعب النحل عكسية حلو للقادر من الخلف على طول علي معلول يلعب العرضية ولكن المراضي فيها تسلل المراضي فيها تسلل على أزارو ولكن حكم اللقاء دي أربعة واربعين والتسلل والضربة الحرة غير المباشرة لصالح على طول سوكر سمارت استلام على طول مرة تانية أربعة واربعين دياء بالتمام والكمال وتقدم النادي الآلي بخمس أداف مرة تانية محاولات بعد السلام على طول فواسط المرعب لحمد فاتحي لعلي معلول أطول من اللازم وأعلى ورمي التماس لصالح سوكر سمارت أهل أسباني في معسكر النادي الآلي في أسبانيا في مباراة تانية يوم 11 ومباراة تالت يوم 15 ثم العودة يوم 16 إن شاء الله للقاهرة عادل الاستلام على طول مرة تانية وادل بينية ناحية الشمال بدون عنوان ورمي التماس لصالح سوكر سمارت هيلعب جوردان صاحب الهدف التالت في مرمى الكرة كانت صعبة جدا وسريعة على أرضية البرب وكان سابق مهاجم النادي الآلي وعدت من مهاجم النادي الآلي ولكنه هو كمان كملها في مرمى بتبقى مفاجأة طبعا للمدافع ولكن المدافع عشان واقف غلط كان هو المفروض يبقى هو مكان المهاجم والمهاجم هو مكان المدافع ولكن على طول زكاة من لعب النادي الآلي أدى إلى خطأ على طول جوردان في مرمى عادل الاستلام على طول ناحية الشمال شوفوا سرعة الكرة زي ما بقول لحضراتكم يعني تحسر كده أن أرضية الملعب هل هي نجيل صناعي وأن نجيل طبيعي ولكن في الآخر هي مباراة هامة ومهمة لللياقة الفنية للعب النادي الآلي استلام على طول لصالح جمعة لعمر السلية لأحمد فاتحي أحمد مرة تانية لصالح جمعة لأحمد فاتحي ترجع مرة تانية على طول فواصل ملعب لحمد فاتحي من لمسة واحدة حلوة العلي معلول ولكن بيتركها المدافع جوردان ورمي التماس ستة واربعين دي من زمن وأحداث الشوط الأول ولكن هناك كان فيه توقف لشرب الماء لكل اللاعبين أسكر يستلم على طول أحمد فاتحي يعد أحمد أحمد فاتحي يلعبها بينيها حلوة ودي أزارو وأحمد هيدورها لحد فاتحي لعب الكرة العرضية ودي محاولات ولكن زاوية الرؤية للكاميرا ولكن أعتقد أن فيها رمي التماس ولا إيه حنشوف وقوف كده كل المدافعين يبقى فيها رمي التماس أو دار باركنية عاد السلام على طول مرة تانية محاولات الحسين الشحات عدى بمهارة حسين وارتطام قوي وكان الله فعون حسين الشحات فيه ارتطام قوي ولكن إن شاء الله يقوم سليم أعتقد كده في صدر المهاجم مدام بعيد عن دماغه خلاص أو رأس المدافع خلاص يبقى بنطمئن على طول على حسين الشحات هو مجرد الصدام يطمن عليه على طول المدافع كيفين وقام سليم الحمد لله حسين الشحات يبقى يطمن عليه على طول بروح رياضية أوسكار وأيضا كيفين وأخيرا أخيرا مشاهدين أكرام مع صفارة حكم اللقاء منهيا أحداث الشوت الأول من هذا اللقاء وتقدم النادي الآلي بخمس أداف مقابل لشيء مرة أخرى مشاهدين أكرام عودة لبداية وحداث الشوت الثاني في مباراة الآلي وسوكر سمارت الودية الأولى في معسكره بأسبانيا ومحدثكم عاد المحمود وانتهاء الشوت الأولاني بتقدم النادي الآلي بخمس أداف مقابل لشيء أحرزهما حسين الشحات وأزاره وجوردن في مرماء ثم رمضان صبحي ثم أزاره ودي بداية وحداث الشوت الثاني علي منا طبعا النادي الآلي وعلى شمالنا سوكر سمارت باللون الأبيض وفيه هناك بقى هتلاقي تبديلات كتير أنا شايف طبعا يعني محمد هاني وأعتقد أيبا فيه بعض اللاعبين هنحن اكتشفهم أثناء المباراة وأيضا هناك ناصر ماهر أنا شايفهم هي الشوت الثاني وأيضا هناك هتلاقي طبعا حسام عشور ومحمد هاني وباسم علي يعني لعيبة كتير هتلاقي غيرت في مباراة النهاردة وأيضا أحمد علاء وياسر إبراهيم بدلا من محمد نجيب ورامي ربيعة وأحمد فاتحي وحنشوف علي معلول خرج ولا ايه حنشوف وجوني راجاي قد نزل ودي الهجم على طول النادي الآلي من ناحية الشمال والعرضية الخطيرة ولكن بترجع لأي دين حارس المرمى على طول جول على شمالنا زي ما قلت لحضراتكم طبعا سهلي جدا نقول سوكر سمارت لأن التبديلات الكتيرة مع النادي الآلي حنكتشفها عادي جوني راجاي بيلعب ناحية الشمال ودي أيضا باسم علي أعتقد بيلعب ناحية الشمال يبقى جول لحراس المرمى وخط الدار من اليمين للشمال جوردن وأساوى وكيفين وأوسكار وسط ملعب فيليب وبدرو وبول وكوكو وبارلو وداي هو المهاجم رقم تسع لسوكر سمارت خمس أهداف للنادي الآلي في مرمى سوكر سمارت حتى الآن في مدينة علاكانتي وفي مرعب لفينكا أهل أسبانية يسترام على طول مراتين في نصف المرعب يغير التجاليب على طول ناحية الشمال ولكن بيطلعه على طول جوردن في وسط المرعب على طول سوكر سمارت هذه محاولات ودي محاولات التزديد ولكن بعيدة عن المرمى ودربة مرمى هل ممكن يكون هشام محمد أعتقد ممكن يكون هشام محمد هناك طبعا نزول لحسام عشور وناصر ماهر بدلا من صالح جمعة وحمد فتحي وعمر السلاية وهناك أيضا خروج لرامر ربيعة ونزول أحمد علاء وخروج لمحمد نجيب ونزول لياسر إبراهيم وأعتقد خروج أيضا لعلي معلول ونزول لباسم علي وخروج أحمد فتحي ونزول لمحمد هاني ناحية اليمين هذه محمد واستلام على طول لمحمد هاني الظاهير الأيمل على طول النادي الهالي يستلام على طول مرة تانية وأعتقد نزل أحمد الشيخ وكمان أعتقد بدلا من حسين الشحات يبقى نزول لأحمد الشيخ أيضا بيلعب ناحية اليمين هذه محاولات على طوله ولكن بيطع جوردان عادي جوردان يرجع لحارس مرمى جول جول يتأخر كتير ولكن يلعبها يورد فيها طبعا أساوة ولكن أسكر يساند زاهير الأيسر على طول ويدور على حد فاضي أعتقد أن الشوت التاني سيبقى أسرع كمان كتير وأدي بدلاقي النادي الآلي اللي هم غيروا طبعا اللي كانوا بيلعبوا في الشوت الأولاني عمر تعني رامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعلي معلول أدي جونير عجاي جاء على طول ناحية الشمال باين تماما جونير عجاي وأيضا ياسر إبراهيم أيضا اللي بيستلم كورت وياسر وهناك أحمد علاء وأدي كمان أمامنا حسام عشور يسلم على طول ياسر إبراهيم ياسر يغير التجاه الليعب على طول ناحية اليمين محاولات النادي الآلي والضغط المتقدم على طول سوكر سمارت ورمي التماس ولا فاول لصالح النادي الآلي لصالح أحمد علاء فاول محمد هاني يسلم محمد محمد هاني يرجع للخلف على طول الأحمد علاء يلعب الكورة الأمامية الطويلة ودي السلام جميل من جونير عجاي يدور لحد فادي لباسم هادي باسم يدور لحد فادي لعب على طول مرة ثانية ومحاولات التزديد لناصر ماهر ولكن ماطوعة وبترجع مرة ثانية على طول الجونير رجاي يحاول جونير وبيطع وبترجع مرة ثانية على طول للنادي الآلي حسام عشور أكتر من خمسمائة مباراة حسام عشور ودي العرضية الخطيرة وضربة رأسه ولكن بعيد عن المرمى عادي ضربة رأسه صلاح محسن كمان نزل بدلا من أزارو يبقى أيضا صلاح محسن وخروج أزارو أيضا صاحب الهدفين وخروج حسين الشحات ونزول أحمد الشيخ وخروج أحمد فتحي ونزول محمد هاني وخروج علي معلول ونزول باسم علي أيضا خروج رمضان صبحي ونزول جونير عجاي وخروج محمد نجيب ونزول ياسر إبراهيم وأيضا خروج رأمي ربيع ونزول أحمد علاء كل دي تبديلات طبعا أجراهم لا سارتي لتجربة أكبر قدر من اللاعبين لمحاولات الوصول إلى اللياقة الفنية بتاعة المباريات عشان يقدر أنه هو طبعا يخود مباراته وإن شاء الله القادمة أمام المؤولين بعد طبعا نهاية كأس أمم أفريقيا في جمهورية مصر العربية هذا الاستلام على طول مرة تانية أجاي يلعبها ولكن بدون عنوان وبترجع مرة تانية على طول لبول ولكن ماطوعة من حسام عشور ترجع على طول لناصر ماهر وهذا الانطلاق ومحاولات ولكن ماطوعة من أساوى أساوى يلعب بينية مية ممية لإضاية ولكن ماطوعة وبتصل مرة تانية للنادي الآلي من ناحية اليمين يقطع على طول لأساوى في نص المرة على طول لبول لداي لناحية الشمال لأسكر الظاهير الأيسر على طول لسوكر سمارت هذه سوكر سمارت في أول تضارب النادي الآلي فمع أسكار وبقى أسبانيا في مدينة إليكانتي اللي هي بتبعت عن مدريد حوالي ساعتين ونص زي القاهرة كده واسكندرية هذه السلابة على طول مرة تانية ناحية اليمين لناصر ماهر يا لاب العرضية ولكن ماطوعة وبترجع مرة تانية على طول وتدخل لمحمد هاني محمد الزاهير الأيمن دلوقتي مرة تانية لحصة معشور يغير التجالية على طول في نص المرعب وحاولات للنادي الآلي لإضافة أهداف في مرمى سوكر سمارت وأعتقد أنه هيبقى فيه مزيد من الأهداف مش بنقول بقى لتواضع مستوى الفريق ولكن احترام المنافس واجب وخاصة لو كان فريق ضعيف شوية يعني تقدر تقدم مزيد من الأهداف هذه العرضية الخطيرة من باسم عالي المتقدم ولكن توصل مرة تانية على طول على حدود مطهد الجزاء استلام جميل من بول ويدور على حد فاضي مع الضغط على طول من جونير أجاي رامي التماس والاستمرارية اللاب زي بقول حضراتكم كاميرا واحدة في مباراة النهاردة هذه أجاي يدور على طول يستلم من لمسة واحدة حلوة لشاء محمد ودي التزديدة حلوة 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 ودربة ركنية لصالح النادي الأهل عادي ناصر ماهر والتزديدة على المرمى ولكن بيطلع حارس المرمى صلاح محصن أيضا نازل بدلا من أزاره لأحرز هدفين وكان حسين الشحات أيضا خارج أحرز هدف أولاني ثم أزاره ثم جوردن في مرمى ثم رمضان صبحي ثم أزاره الهدف الخامس في تبديلات قادمة أيضا ودي على طول مرة تانية وحارس المرمى جاول جاول يلعب الكرة الأمامية الطويلة باسم يغير تجاه اللعب على طول ياسر إبراهيم في نص الملعب على طول لحسام عشور حسام لمحمد هاني محمد لحسام عشور مرة تانية يغير تجاه اللعب على طول لباسم علي لجأة لأجاي لناصر ماهر سيطرة من لعيب النادي الآلي ومحاولة الوصول للمرمى وتقدم النادي الآلي بخمس أهداف مقابل لشيء وهذه المحاولات مرة تانية ولكن مقطوعة حتى ديها تلاتة وخمسين أو أربعة وخمسين من زمن وأحداث الشوت التاني والمباراة وتقدم النادي الآلي بخمس أهداف مقابل لشيء هيرجع النادي الآلي إن شاء الله يوم ستاشر بعد أداء مباراة يوم حداشر ومباراة تلتة وأخيرة يوم خمس تاشر أعدل السلام على طول مرة تانية وأعدل الانطلاق على طول لناصر ناصر العب على طول على شماله لأجاي يدور على حد فضع يلعب لمن ولكن الجميع منتظر ولسه الهاجمة والعرضية فين ولكن بتطلع على طول ودربة مرمى لصالح سوكر سمارت على ناصر ماهر أمامية طويلة على طول ناحية اليمين ولكن بيطع ورمي التماس في تبديل قادم أيضا لسوكر سمارت جونيور حسام عشور لإشام محمد إشام محمد هاني بيني يا جميلة وانطلاق براتان من اعتليمين ولكن فيها تسلل على صلاح محسن باين تماما إنه هم الأربع اللي وراء وقلباي الدفاع بالذات بيلعبوا على خط التماس أو بيلعبوا على مسيادة التسلل ويع فيها أكتر من مرة أزاره والنهاردة بيوع ودلوقتي بيع فيها أيضا صلاح محسن هيخرج أحد الليعابين أعتقد أنه هو كيفين ممكن يكون كيفين قال بالدفاع ودي 14 اللي نازل تبديل الأول والوحيد حتى الآن لسوكر سمارت مرة تانية محاولات محمد هاني يدور على حد فاضح يلعب لمن ولكن ما أطوع ترجع مرة تانية على طول ناحية لمن لجوردن ولكن ما أطوع من باسم لجورد راجاي لناصر يلعب بينيها ولكن بتوصل لجو لحارس المرمى عايز يلعب لأساوة ولكن يفضل يلعب لبيدرو لناحية الشمال أطول من اللازم وبيحروص على طول محمد هاني محمد السلام على طول مرة تانية لجوردن يلعب بينيها ولكن ما أطوع لياسر إبراهيم لجوني راجاي يلعب بينيها ولكن فيها تسلل زي ما بقول لحضراتكم بيلعب على خط واحد وبيزبطوها تمام التمام ووقعوا فيها صلاح محسن اللي بيحاول أنه هو طبعا يحرز هدف في مباراة النهاردة غرب حرة غير مباشرة وتبديل آخر قادم ولكن المرة دي علي لطفي هيخرج حلها هينزل أحمد طارق سليمان أعتقد ممكن يكون هدي فعلا أحمد طارق سليمان ابن طبعا مدرب الحراسة طارق سليمان وموقف بقى من المواقف اللي هي السعيدة والصعبة على ولي الأمر هو مدربه في النادي الأهلي وابنه طبعا اللي هو لسه صغير وبياخد تجربة النهاردة ومعاه أيضا مصطفى شبير ومعاه أيضا قادي نشوف الهجمة وده الانطلاق أبارة تانية ولكن سهلة جدا في دين حارس المان وجول معاهم أيضا رمضان مصطفى تمنيات اليوم بالتوفيق إن شاء الله حراس المستقبل مع علي لطفي ومحمد الشناوي وشريف إكرامي مرة تانية محاولات ورمي التماس لصالح محمد هاني من النادي الأهلي هاي العبارة طول محمد هاني دخلين على الديئة 59 من زمن واحداث الشوت الأول أو الشوت الثاني عفوا وتقدم النادي الأهلي بخمس أداف مقابل للشيء حتى الآن باسم علي باسم يلعب على طول ترجع مرة تانية على طول لا أحمد طارق سليمان أحمد يغير التجال لعب على طول الناحة العكسية لا محمد هاني محمد يلعب وانطلاق مرة تانية ولكن فيها تسلل تاني أيضا عادي تسلل تاني أيضا وضرب حرة غير مباشرة وتقدم النادي الأهلي بخمس أداف مقابل للشيء حتى الديئة 59 من زمن واحداث الشوت الثاني في تجربة للنادي الأهلي وأولى تجارب النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم في مدينة أليكانتي الأسبانية في معسكر النادي الأهلي استعدادا لعودة الدوري مرة تانية وآخر مباريتين هامتين للنادي الأهلي لسه المنافسة موجودة على بطولة الدوري ولكن إن شاء الله الأقرب هو فريق النادي الأهلي المتصدر الدوري حتى الآن السلام على طول مرة تانية لناحية اليمين لمحمد هاني محمد لصلاح محصن أو لناصر ماهر لمحمد هاني غير اتجاه لها بحلوة ولكن قصيرة شوية يلحى على طول زهير الأيمن وبيطلعها جوردان قبل أجي لسارتي وقف على خط التماس واخذ الأمور بجدية وعدم ونازل راكم 16 من فريق سوكر سمارت السلام على طول مرة تانية هشام محمد خارج داني محمد هاني لأحمد الشيخ أحمد ودي على طول التمرين جوه جول على طول صلاح محصن أهدي صلاح محصن في هجمة في منطقة الخطورة ومن زاوية صعبة جدا تقدر تحكم عليها أو متحكمش عليها ولكن في الآخر بالخبرة على طول هدف التقدم على طول لصلاح محصن بالهدف السادس للناد الآلي في مرمى سوكر سمارت هدي في الديئة ستين أو واحد وستين من زمن وحداث الشوت التاني على طول صلاح محصن يتوغل من ناحية اليمين ومن زاوية صعبة جدا بيحرز هدف جميل صلاح محصن في مرمى سوكر سمارت ستة أهداف مقابل لشيء حتى الآن كمزيد من الأهداف أعتقد ممكن يبحث كده عن مزيد الأقرب أحمد الشيخ أحد هدف الناد الآلي وأيضا جوني الأجاية بعد صلاح محصن طبعا في هدفه وكان سبقهم أزاروا بهدفين وكان سبقهم أيضا حسين الشحات بأول الأهداف ثم رمضان صبحي ثم صلاح محصن ستة أهداف مقابل لشيء حتى الآن للناد الآلي في مرمى سوكر سمارت السلام على طول مرة تانية أو أدبت ما محتاج مباراة زيدي وطبعا عودة اللاعبين شوية شوية للياقة الفنية والياقة البدنية للمباريات بتفرق كتير اللياقة البدنية طبعا اللي هي تدريبات اللي هي كل يوم بتضربوها اللاعبين ولكن اللياقة الفنية للمباريات مهمة جدا للربط بين اللياقتين يبقى على طول دخول الفورمال لللاعبين السلام على طول مرة تانية لياسر إبراهيم لناحية الشمال لباسم علي لأجاي يغير التجلب على طول أحمد علاء أحمد يسلم على طول محمد هاني محمد محمد هاني يرجع للخلف على طول حسام عشور صاحب الخبرة الكبير حسام لباسم مرة تانية يوزع لنفسه برافو باسم باسم علي يلعب على طول جونيور يستلم على طول باسم ولكن بتطول منه وبترجع مرة تانية يضغط جونيور أجاي ولكن توصل على طول مرة تانية لبيدرو استخلاص جميل ولكن الأجمل من محمد هاني ودي الانطلاق على طول محمد هاني ومعه على طول هاني ودي السلام ودي صلاح ودي التسديدة ولكن فيها تسلل فيها تسلل على صلاح محسن لسه برضو بيلعب على مسيادة التسلل سوكر سمارت استلام مرة تانية في نص الملعب لبيدرو صانع للعاب لفريق سوكر سمارت يلعب الأمامية طويلة ناحية اليمينو ولكن الأقرب باسم برافو باسم يرجع على طول الأحمد طارق سليمان يلعب بينية جميلة لحصة معشور لجونيور أجاي لحصة مرة تانية لجونيور يرجع على الخلف على طول باسم كل اللعب النادي الآلي بيحاولوا طبعا ينقلوا الكورة من رجل للرجل لما حاولت المزيد والسيطرة وفرض الشخصية من البداية حتى الآن حتى ديئة 63 من زمن وحداث الشوت التاني فرض الشخصية مهم جدا للعب النادي الآلي في المباراة النهاردة على فريق سوكر سمارت محمد هاني من لمسة واحدة وأحمد الشيخ يحاول إيطة أحمد ولكن أسكر صاحي يلعب على طول لأساوة لأسكر زير العسر مرة تانية ترجع لأساوة مرة تانية يفضل يلعب الأمامية الطويلة في نصف المرعب استلام استلام ولكن ترجع مرة تانية لجوردان جوردان أحد الهدفين في المباراة النهاردة أحرز هدف في مرمى حسام عشور ناصر ماهر ماطوع لأساوة لصلاح محسن فاول لصالح سوكر سمارت فاول 64 نهادية بالتمام والكمال وأتقدم النادي الآلي بستة هدف وقابل لشيح حتى الآن في مرمى سوكر سمارت في مدينة أو في مرعب لفينكا بمدينة أليكانت الأسبانية استلام مرة تانية على طول في نصف المرعب للشام محمد مقطوع من الشام يقطع مرة تانية ياسر يرجع مرة تانية على طول لحسام عشور لمحمد هاني محمد محمد هاني لأحمد الشيخ لمحمد هاني لأحمد الشيخ لصلاح محسن صلاح يلعب بينيها حلو الناصر ماهر يلعب بينيها على طول أجاي لنحية الشمال لباسم هيلعب الكرة العرضية باسم باسم النحل العكسية ولكن بيطال على طول كيفن وبترجع مرة تانية على طول النادي الآلي من لمسة وعدة حلو أحمد الشيخ أحمد 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 عد أحمد ولكن بترجع مرة تانية على طول لسه الهجم للنادي الآلي ومحمد هاني واختراك جميل ومحمد مرة تانية لسه فيها كلام وناصر يرفض الهدية وبيطلعها أعلى من المرمى وضربة مرمى عادي ضربة مرمى وبيرفض الهدية على طول ناصر ماهر 66 ديئة بالتمام والكمال وتقدم النادي الآلي ب6 هدفه قبل لشيء حتى الآن كلنا بنعيش أجواء طبعا كأس أمم أفريقيا والفرق اللي وصلت والمنتخبات اللي وصلت بقى لدور التمانية في تبديل آخر رقم 24 من فريق سوكر سمارت نعتقد أنه هو ديفيد وحنشوف من اللي خرج رقم 3 أوسكر هو اللي خرج أوسكر بعد خروج جاء كيفين وأيضا خروج جاء بيدرو وخروج داني أو داي كلها تبديلات طبعا لإتاحة الفرصة الأكتر من عدد من اللاعبين اللي استفادة من التجربة أمام النادي الأهلي كأس أمم أفريقيا بعد خروج بقى مصر والمغرب ومالي وأوغندا والكاميرون حاملة اللقب والكنق والهجمة حلوة حلوة أحمد الشيخ أهدي بقول لحضراتكم أحمد الشيخ أحد هدف النادي الأهلي على طول كان بيدور على هدف لأحمد الشيخ بصفة شخصية وهو الهدف السابع على طول للنادي الأهلي أحمد الشيخ في ديئة سبعة وستين يضيف الهدف السابع للنادي الأهلي أحمد الشيخ وراث أحمد عملها حلوة حلوة وبسيقة واقتدار يحطها على طول على شمال جول حارس المرمى أحمد وهدي طبعا توقف في ديئة سبعة وستين من حكم اللقاء لشرب المياه طبعا للعبين حفاظا على سلامة اللعبين وعادت كده أهلي استيشفى عادي بنشوف طبعا عادي البودلاء لفريق سوكر سمارت تعالوا نتكلم عن كاس هم أفريقيا أيضا هنقول لا طبعا خرجت مصر والمغرب ومالي وأوغندا والكاميرون حاملة اللقب والكنغو وغنيا وغانا النهاردة كل دول خرجوا من دور السبتاشر هدي طبعا طاكم النادي الآلي من إداريين ولعبين وفنيين وأيضا حسين عبدالدايم وباقي اللعبين المصابين والغير مصابين أيضا لو تكلمنا عن نتائج هدي صلاح محسن وهدي أيضا ياسر إبراهيم وتوجهات لو تكلمنا عن نتائج المغرب وبنين كانت تعدل واحد وعدة فوز بنين برقلات الترجيح في دور السبتاشر أيضا أغندا والسنغال فوز السنغال بهدف للشير لأغندا وأيضا نيجيريا والكاميرون بعد مباراة صعبة وكبيرة وفوز نيجيريا بثلاث هدف وقبل هدفين ومصر خارجت من جنوب أفريقيا في ديئة 85 ومدغاشكر أيضا مع الكنغو اتنين اتنين وفوز مدغاشكر لأول مرة مدغاشكر الجزيرة الصغيرة بتصل إلى دور الثمانية يعني أول مرة تصل إلى دور الستاشر ثم تصل إلى دور الثمانية برقلات الترجيح وطبعا في سعادة بالغة حضور رئيس الجمهورية أو رئيس مدغاشكر في المدرجات الأسكندرية والسعادة الكبيرة عليه طبعا وعلى جماهيره وعلى لعيته دعم كبير من الرؤساء للمنتخبات أيضا الجزائر والفوز على غينيا بتلتة دفو قبل لشي والمرشح الأول دلوقتي هو الجزائر وأيضا يعني تأهل أيضا تونس النهاردة بعد الفوز على غينيا برقلات الترجيح ومالي انهزم في مفاجأة من كودفوار بهدف للشي هي بطولة المفاجأات بأربعة وعشرين منتخب لأول مرة بتحت دينها مصر الحبيبة في تنظيم رائع أبهر الجميع وما فيش ولا شك وواحدة الحمد لله حتى الآن هذا أحمد الشيخ ودي الإسلام لأحمد ودي الهجم على طول ولكن ترجع مرة تانية في وسط الملعب لمحمد هاني محمد هاني زهير الأيمان للنادي الآلي لحسام عشور لجونيو رجاي يلعب على طول على شماله لجونيو مرة تانية باللمسة واحدة حلوة لصلاح ولكن عايز يفوتها ولكن بترجع مرة تانية لمدافع سوكر سمارت سبع هداف مقابل للشيء حتى الآن على أمامية طويلة على طول والأقرب ياسر إبراهيم يستخلاص من أحمد علاء لياسر إبراهيم مرة تانية يدور على حد فاضة هير عبل مين ولكن أعتقد أنها خرجت ودربة ركنية لصالح سوكر سمارت واحد وسبعين ديئة من زمن وحداث الشوط التاني والمباراة وتقدم النادي الأهلي بسبع داف وقابل لشيء حتى الآن في أولى تجاربه الودية في معسكره بأسبانيا في مدينة أليكانتي الأسبانية دربة ركنية على طول لسوبر لسوكر سمارت يلعب على طول ولكن بيطلعها دفاع النادي الأهلي وده الهجم المرتد على طول صلاح محسن ومشوار ولكن يأتي على الطريق وبرافو على طول كيفين يأتي على الطريق وبيطلعها على طول ورمي التماس مساحة كبيرة وانطلق فيها صلاح محسن اللي أحرز هدف جميلة أيضا هل فيه مزيد من الأهداف أعتقد كده ممكن يبقى فيه مزيد من الأهداف لسه قدامنا كده يعني حوالي عشرين ديئة أو تسعتاشر ديئة حسام عشور عجاي يوسع لنفسه عجاي يلمسه واحدة حلوة وعجاي مرة تانية وتزديدة ولكن ناصر ماهر ترجع له مرة تانية على طول السلام جميل العشور يلعب على أحمد الشيخ ممكن هدف تاني لأحمد أحمد 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 مش ممكن مش ممكن الفرصة دي بتضيع من صلاح محسن إزاي طلعها خارج المرمى يعني هو اللسان حاله بيقول لك أنا مش مصدق ولكن على طول أعتقد فيها حاجة ولكن ضربة مرمى وصلاح محسن بيرفض الهدية وداخل السيكسيار دا بيطلع الكرة بطريقة غريبة جدا زي كرة كده بقى يعني نقول إيه في الفرص اللي جات لنا أو فرصتين مع جنوب أفريقيا تريزي جي يعني كرة التانية بالذات في الشيط التاني لو عايز يحطها في دين حارس المرمى مستحيل واحدة في الشيط الأولاني واحدة في الشيط التاني التوفيق وعدم التوفيق ولكن الكل طبعا من البداية بيتكلم عن الأداء عادل السلام على طول مرة تانية أحمد الشيخ أحمد قال بيحسس كده إن أحمد الشيخ بيدور على هدف تاني أهدل السلام على طول مرة تانية لباسم علي أهدل باسم باسم يلعب على طول عرضية ولكن أسيارة الضغط والمحاولات للنادي الآلي ولكن على طول يبدأ الهجم بيدرو يدور لحد فاضح يلعب على طول ناحية الشمال محاولات لسوكر سمارت ترجع للخلف على طول لأحمد علاء لحصة معشور لجونير أجاي لناصر ماهر لصلاح محصن وانفراد 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 يا راجل واحمد الشيخ ويوسع لنفسه خلاص هادي يوسع لنفسه يلعب على طول صلاح مرة تانية ودي التزديد ولكن أجاي ودرب اتمرمى على طول لصالح سوكر سمارت هادي على طول ناصر ماهر مش مصدق ان الفرص دي اللي بتضيع بسهولة ولكن في الآخر تقدم النادي الآلي بسبعة دافو قبل لشيء حتى الآن على سوكر سمارت يلعب على طول جوردان يدور لحد فاضي يرجع لحارس مرمى جول هادي جول يلعب لأمامية طويلة ناحية الشمال لديفيد يلعب باينية على طول لكوكو ولكن يقطع لأحمد الشيخ يسلم الحصام عشور أحمد يلعب على طول ناعت اليمين محمد هاني يتقدم يلعب العرضية انتهى الخطورة وبيطلعها الدفاع ودربة ركنية لصالح النادي الآلي هادي على طول حصام عشور والضربة الركنية لصالح النادي الآلي داخلين على ديئة 75 وآخر 15 ديئة في المباراة استلام مرة تانية لجونيو راجاي يلعب العرضية علي وأحمد الشيخ وترجع مرة تانية من القائم هادي أحمد الشيخ لسه بقول لحضراتكم بيدور على هدف ولكن على طول هل أحمد الشيخ ولا أحمد علاء ولكن الأقرب أحمد الشيخ هادي على طول جول حارس المارمة ليه فريق سوكر سمارت هادي التعديل بقول لحضراتكم عليه فيه طبعا قوانين كورة القدم أصبح رجعنا لأيام زمان حارس المارمة إن شاء الله يباصي داخل منطقة الجزاء خلاص اتلعبت الكورة ومش هيرجعه حكم اللقاء لسرعة اللقاء لأنه كان فيه بعض اللعبين كان بيضيع وقت وبيستفز المنافس وخاصة أنه هو كسبان تبص تلاقيه كده بتلعباله خارج منطقة الجزاء تبص يلحقها قبل ما تخرج وترجع تاني يرجع لحارس المارمة يعيد من جديد ضربة المارمة خلاص ابتدى الفيفا يعالج السلبيات ودي سلبية ولكنها كانت إيجابية في الماضي عادي على طول مرة تانية ناصر ماهر واختراك لناصر يلعب عرضية مرة تانية ولكن تدخل في توقيت مناسب على طول لا أساوة وبيطلعها دربة ركنية لصالح النادي الآلي دربة ركنية لصالح النادي الآلي يتلعب تلعبها لطول الشام محامد يلعبها مرة تانية ناصر يلعبها العرضية الخطيرة ولكن بيطلع مرة تانية والمرة دي أعتقد هل في تبديل ولا فيه فاول حنشوف أعتقد أنه فيه تبديل وضربة مرمى لصالح سوكر سمارت معاه نقاش كده مع صلاح محسن بعد جوني راجاي دربة ركنية وتبديل آخر على الأسمران اللي نزل لفريق سوكر سمارت ما فيش طبعا ولا اسمي بينزلنا على الشاشة من الخارج هي المباراة طبعا في أسبانيا ولكن الحمد لله حصلنا على التشكيل الأولينية الأساسية اللي لعبة الشوت الأولاني أعدل السلام على طول مرة تانية لمحمد هاني يلعب على طول لناصر ماهر لجنهر أجاي لشام محمد لحسام عشور لأجاي لحسام ولكن ما أطوعه وبترجع مرة تانية لحسام عشور أحمد الشيخ أحمد من لمسة واحدة حلوة على طول الشام لمحمد هاني يلعب العرضية داخل منطقة الجزاء وضربة رأسة حلوة ولكن بعيدة عن المرمى عادي صلاح محسن المنطاق اللي من إنبي للنادي الأهلي استلام على طول مرة تانية كوكو لناحية الشمال لا سوا يلعب الأمامية طويلة ولكن ما أطوعه لمحمد هاني محمد لجول 78 دي بالتمام والكمال وتقدم النادي الآلي بسبع دافة في أولى تجاربه الودية المقامة في مدينة عليكانتي الأسبانية والاستعداد لأسهرتي مدرب الأهلي بيستغل طبعا معسكر الأهلي في أسبانيا حتى 16 الجاري للاستعداد بقى الجاد والوقوف على أفضل تشكيلة للأهلي لخوض مباراة لخوض مباراة المقاولون ثم الزمالك وأيضا انضمام الرباع الدولي في الأيام القادمة إن شاء الله الشناوي وأيمن أشرف ووليد ومروان محسن اللي كانوا منضمين لمنتخبنا أعاد السلام على طول مرة تانية وأد انطلاق على طول ومحاولات أحمد الشيخ ولكن ضربة ركنية على طول لصالح الأهلي من ناحية اليمين ضربة ركنية لصالح الأهلي من ناحية اليمين محاولات مستمرة ولكن حتى الآن التقدم للنادي الآلي بسبع أداف مقابل للشيخ أحمد الشيخ أحمد لمحمد هاني وأبطيط على طول وضربة ركنية مرة تانية محمد هاني عايز نروح لأحمد الشيخ ولكن محمد قال لك لا هلعب من لامسة واحدة وفعلا ودي محمد هاني ودي العرضية الخطيرة وضربة رأسه ولكن هذه أحمد على يحاول الراجل طبعا أنه يوصل لكورة ولكن في الآخر ضربة رأس بعيدة عن المرة جول حارس المارمة في تبديل قادم عادي جول يلعب على طول ضربة المارمة تقدم النادي الهالي بسبعة دافة مقابل للشيخ حتى الآن عادي حصام عشور لشام محمد لمحمد هاني دخلنا على ديئة تمانين من زمن وحداث الشرط الأول التاني وتقدم النادي الهالي بسبعة دافة مقابل للشيخ حتى الآن عادي الانتلاك على طول أحمد الشيخ أحمد الشيخ وانفراد ولكن بترجع مرة تانية على طول محمد هاني وهجمع للنادي الهالي ودي العرضية مرة تانية حلوة 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 ناصر ماهر بيخطفها بمهارة عالية ولكن اتعاملت حلوة الكرة العرضية من محمد هاني على طول يخطفها ناصر ماهر هذا في التقدم التامن لناصر ماهر ناصر ماهر في ديئة واحدة وثمانين من زمن وحداث الشرط التاني ليتقدم النادي الهالي بتامن أهداف مقابل لشيخ في أولى تجربة الودية أمام طبعا فريق سوكر اسمارت تجربة مفيدة فنيا لمعظم لعيب النادي الهالي حتى الآن التقدم للنادي الهالي بتامن أهداف قابل لشيخ على فريق سوكر اسمارت السراب على طول مرة تانية هل ممكن يبقى فيه هدف تاسع قادم هادي على طول ناصر ناصر والعرضية ولكن محمد هاني أقرب هادي محمد يقطع برة تانية ولكن في تدخل من المدافع وابتصل مرة تانية على طول ناحية الشمال محاولات مستمرة حتى الآن تقدم النادي الهالي بتامن أهداف قابل لشيخ رغم التماسي لعب على طول محمد هاني محمد لحصة معشور لصلاح محصن بيني يا جميلة لأحمد الشيخ يلعبها حلوة بجوار القائم الأيسر هادي عملها حلوة حلوة ولكن بيرفض اليدية صلاح محصن وبيضيع أكتر من هدف كان ممكن يبقى عنده ثلاثة أهداف ولكن عنده هدف وحيد دا حتى الآن ولكن في جعبة الآهل تمن أهداف مقابل لشيح حتى الآن حتى ديئة 82 أو 83 من زمن وحداث الشوت التاني وتقدم النيادي لأهداف تمن أهداف قبل شيء أحرزهم أحسن الشحات وأزهره هدفين وجوردن هدف مرمى ورمضان صبحي وصلاح محصن وأحمد الشيخ وناصر ماهر حتى الآن ياسر إبراهيم باسم علي حسام عشور رمانة الميزان طوال سنوات طويلة لعبهم مع كل مدرب النادي الأهلي سواء أجنبي سواء مواطن اقتنعوا بأداء حسام عشور اللي لعب أكتر من 500 مباراة عادي السلام على طول لأحمد الشيخ لجوني راجاي هاجمل النادي الأهلي توصل مرة تانية على حدود ما تهد الجزاء لحسام عشور لهشام محمد لهشام اللمسة واحدة حلوة وتراجع لعيب سوكر سمارت وابتصل مرة تانية على طول لسوكر سمارت ولكن ضغط متقدم من النادي الأهلي عادي سلاح محسن بيضغط ماطوعة ولكن ترجع مرة تانية على طول لحسام عشور لأحمد علاء لمحمد هاني من لمسة واحدة محمد لجوني محمد لحسام عشور لناصر ماهر ناصر يدور لحد فضي عدد مهارة هيلعب على طول ناحية اليمين ولكن قصيرا ما بتوصلش على طول لمحمد هاني وهذه الاسلام على طول لسوكر سمارت يحاول يعده ولكن بيطة محمد هاني وبيطلعها ورمي التماس هشام محمد ورمي التماس لسوكر سمارت واحد اللاعبين خارج من سوكر سمارت هيبقى هناك تبديل اعتقد ان بول او كوكو رقم 11 اللي كان بيلعب ناحية الشمال ونزل رقم 3 مرة تانية الظهير الايسر اوسكر نزل مرة تانية اهد السلام على طول مرة تانية واوسكر اعتقد ان هيلعب قلب الدفاع ولا ايه حنشوف لان رقم 4 بيلعب ناحية الشمال لا مكان اوسكر ودي رمي التماس لصالح سوكر سمارت يسلم على طول فيلب يلعب الأمامية الطويلة ولكن محمد هاني يوطع محمد لحارس المرمى جول شفنا طبعا الموسم دوة مارسون وحتى الان لم ينتهي حينتهي بعد كأس الامم افريقيا بمباريات وخاصة المباريات الاهلي هي مباريات المقاولين ثم الزمالك وهذا الانطلاق برة تانية على طول احمد الشيخ واحمد الشيخ واحمد جول لسه بقول لحضراتكم احمد الشيخ بيبحث عن الهدف التاني وبيرسل الهدية للعبين والزملاء وبيتلقى التحية على طول من ناصر ماهر بهدف تاني على طول احمد الشيخ ليتقدم النادي الاهلي بتسع اهداف في مرمى سكر سمارت على طول احمد الشيخ الهدف التاسع لا احمد الشيخ الهدف التاسع في الديئة ستة وتمانين من زمن واحداث الشوت التاني والمباراة تسع هدف مقابل لشيخ حتى الان ازارو هدفين احمد الشيخ هدفين حسين الشحات هدف وجوردان هدف في مربا ورمضان صبح هدف وايضا سلاح محصن هدف وايضا ناصر ماهر واخيرا احمد الشيخ الهدف التاني ليه والهدف التاسع للنادي الاهلي استرام على طول مرة تانية في نصف المعرب ولكن ترجع مرة تانية ضغط ومحاولات وبيت على طول مرة تانية على طول النادي الاهلي لناحية اليمين وادر الانتراك على طول مرة تانية احمد الشيخ عدب مهارة هلعب العرضية والعرضية مرة تانية ولكن قصيرة وبتوصل لحارس المرمى جول هناك مباراة ودية تانية يوم 11 ثم مباراة ودية تالتة يوم 15 ثم العودة للقايرة ان شاء الله يوم 16 والاستعداد لفريق المؤولين العرب بعد البطولة مباشرة حيستمر الدور العام واطول دور عام لمصر في 2019 ثم هناك ايضا مباراة كأس مصر يعني الاهلي عنده ايضا بيراميس عدل السلام على طول مرة تانية محاولات لسوكر سمارت ولكن يهتع على طول مرة تانية احمد علاء نصف الملعب على طول لحساب عشر حسام لجونيو راجاي دخلين على الديئة 88 من زمن واحداث الشيط التاني والمباراة وضغط بن باسم عالي اللي بيلعب ناحية الشمال المراضي رامي تماس العباء جوردن أساوة كيفن بارلو بغير التجاليب على طول لعاحة اليمين ولكن مواطوعة من ياسر إبراهيم لجونيو راجاي لحساب عشور لناصر ماهر لحساب عشور قائد النادي الآلي في منطقة وص المرعب لجونيو راجاي من لمسة لعب على طول لعب النادي الآلي يام اللمسة يام اللمسة واحدة واللمسة التانية على طول ودي بيطة حسام عشور وابتطلع على طول لرامي التماس لصالح النادي الآلي من ناحية الشمال يلعب على طول باسم عالي نتمنى كده من تصحيح المنظومة في اتحاد الكرة ونتمنى مجلس الإدارة القادم التوفيء إن شاء الله هيصير طبعا الأعمال المدير التنفيذي اللي هو صار واتسوي لك حتى أعادت انتخاب مجلس إدارة أو تعيين مجلس إدارة حسب اللوايح أعاد الهجم على طول مرة تانية ودي المحاولات وقالت أيضا الجهاز الفني بالكامل للمنتخب ودي التزديد حلوة حلوة من حسام عشور قال لك أجرب حظي ولكن فوق العرضة اتعاملت حلوة ودي التهنيع على طول من هشاء محمد وابتسامة كده من سهولة المباراة ولكن احترام المنافس واجب ولما احترام النادي الأهلي المنافس أدى مباراة كويسة في حدود إمكانيات المنافس وأحرص تسع هداف وأضاع طبعا علي معلوط ضرب الجزاء في أول تلت دائم من المباراة وغير الفرص اللي ضيحها أيضا معظم لعيب النادي الأهلي كان ممكن تزيد من الأهداف ودي الإسلام على طول أحمد الشيخ وتغيير التجالياب على طول الجونير راجاي وأحمد مرة تانية وصلاح محسن ولكن ترجع على طول حصامة شون الجونير راجاي لنحية الشمال والعرضية فنتها الخطورة مرة تانية مش ممكن مش ممكن صلاح محسن ولكن فيها ضربة حرة غير مباشرة هذه ضربة حرة غير مباشرة وتسلل على صلاح محسن ولكن الفرص السهلة اللي بضيحها صلاح محسن يعني ممكن يعاقب عليها فيها الدوري عادل السلام على طول مرة تانية غاب فترة طويلة للإصابة صلاح محصن بعد انضمامه للنادي الآلي من أمبي السلام على طول لمحمد هاني وعلى الظاهير الآيمن دخلنا على ديئة تسعين من زمن وحداث الشوت التاني والمباراة وهنلعب في الخمس زقايبا اللي هم توقف فيهم اللعب لإتاحة الفرصة لشرب المياه للعبي الفريقين حسام عشور لباسم علي لجونير أجاي ولكن موطوع ترجع مرة تانية على طول الجوردان لبول ورمي التماس ولكن لسه في أرضية الملعب والبنية الجميلة والانفراد ولكن فيها تسلل عادي ياسر إبراهيم واجتلج على طول لي نشان محمد محمد هاني محمد ليشان محمد مرة تانية بينية جميلة على طول لناصر ماهر في بعض الباصات كده تحس إن هي بتدرب ثلاث لعبين وراء بعض على طول بالسمرار اللعب اللي هو طبعا بيتعلم أو بيبقى عنده زكاء زكاء التمرير إنك إزاي تقدر تكسب مساحة وإزاي إنك إنت التمرير بتاعتك تشكل خطورة بدل اللعبة بالعرض كتير لا إلعب للأمام وإلعب إنك إنت تقدر إنك إنت بمنتقى سهولة تصل إلى مرمى المنافس عادت لعبة القرى في غفلة من الزمان ولكن بتصل على طول لأحمد طارق سليمان دخلنا بنلعب في ديئة 92 ولكن حكم اللقاء أخيرا أخيرا مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الآلي في كل مكان مع صفارة النهاية فوز الآلي بتسع عداف مقابل